بديل للبيتزا لمريض السكر والكيتو دايتن أروح الوصفات اللي عملتها للكيتو دايت ومريض السكر بنجيب الملفوف و بنسلقه لمدة نصف ساعة حتى ينضج و بنصفي و بنرفع العصب الفنس و بنصفه بالقالب الموضوع كتير سهل و بنضع صلصة البيتزا و بنضع الجبن و بنضع الجاج يكون ناضج و بنصفت راقة من الملفوف أو طبقة بنضع صلصة البيتزا قليل من الجبنة أو حسب زوكم و دجاج يكون ناضج الدجاج و آخر طبقة بنضع صلصة الطماطم بنحمل فرن مسبقان 200 درجة مقاوية بنضع بالرفع الأوسط تقريبا 20 دقيقة و يأخذ أكثر من روعة في عندي أكثر من 600 وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر